تعريق مصطلح الشوفينية الحلقة 493 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات شوفينية مصطلح من عصف فرنسي يرمز إلى التعصب بالقوم المتطرف نسبة إلى جندي فرنسي يدعى نيدولا شوفان حارب تحت قيادة نابوليون بونابارت وكان مضرب الأمثال في تعصبه لوطنه وتفانيه في هذا السبيل أصبح شخصية نيدولا شوفان بوجهها الوطن المغالي بتعصبه شعبية من خلال الرسوم التي صورها الفنان الفرنسي شارلي خاصة من خلال المسرحية الشعبية التي تتبالى خوان تونيار والتي قدمت على المسرح لأول مرة في التاسع عشر آذار مارس سنة 1831 ميلادي وهي بعنوان الرأي الثلاثية الألوان ومع الأيام اتخذ المصطلح معنى التعصب العمى والعيدال إلى جانب والتزمت القومي وفي بعض الأحيان استخدمه لوصم الأفطار الفاشية والنازية في أوروبا ومن ثم شاعي استعماله في العالم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد تما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد ترجمة نانسي قنقر